دايق أكتر أنه الاتحاد المصري هو اللي طلب اللاعب قبل الاتحاد المغربي وهو دوت المؤسف الحقيقة في القصة أن أنت النهاردة يعني انضمام رامز حفظ الله للمنتخب المغربي للشباب كان مفاجأة جبيرة جدا وكان الحقيقة غير متوقع علشان كده كابتن ربيع ياسين المدير الفني المنتخب مصر للشباب يمكن وضح الموقف ده أكتر من مرة يعني مش موقف رامز حفظ الله موقفه مع لعيبة كتار جدا مع معاناته مع الأندية هنا في مصر والحقيقة في الموقف ده بالذات لما يقول أن مسؤولي اتحاد الكورة قاموا بمخاطبة نادي من الوال الإنجليزي في 4 أكتوبر اللي فات يعني بقالنا النهاردة أكتر من شهر شهر وشوية فإنت النهاردة لما تخطبوا في 4 أكتوبر اللي فات بطلب منه لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب مصر خلال المرحلة اللي جاية وكابتن ربيع ياسين الحقيقة كان طالب كمان أنه اللاعب ده يخضع الاختبار في معسكر المنتخب وده من خلال أنه هيشارك أكيد في مباراوت دية بس ده ما حصلش أي رد لا من اللاعب ولا من النادي الإنجليزي ولا عارفين لحد الوقت القصة يعني إيه كواليسها بالزبط إيه اللي حصل بالرغم من طلب برضو اتحاد الكورة من النادي واللاعب التواجد في القاهرة لكن الاتحاد المغربي بيعلن فجأة أنه ضم حفظ الله فعلا لشباب المغرب وطبعا زي ما احنا عارفين أنه منتخب الشباب النهاردة بيستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفراقيا اللي هكون في تونس إن شاء الله في الفترة من 15 ل 27 ديسمبر والمغرب هتشارك فيها والجزائر وتونس وليبيا